هل مسألة ما قبل الزواج بقى إذا كنا بتكلم ما بعد الطلاق فإحنا عايزين نحل من ما قبل الزواج هل بيقتصر على مسألة الوعي فقط ولا كان فيه مقترحات بإضافة بنود في عقد الزواج ده مهم قوي فكرة أن أنا يعني يكون فيه وثيقة الزواج فيها موضحة بعض الاشتراطات لو تعديل عقد الزواج والوجبات والشروط ما فيش مشكلة أن يبقى فيها شروط يبقى فيها حتى تحديد لو لا قدر الله حصل طلاق يبقى فيه نسبة وقد إيه حتى فكرة الكاد والسعية الكاد والسعية هي المقصود بيها أن الزوجة يكون لها نسبة مما كونه الزوج ويمكن برضو كان فيه مقترح غير نصبها في المراس أو في حالة الطلاق برضو ويمكن حتى برضو أنا قدمت مباريح مقترح أن يكون كانت تعمل أو حتى لا تعمل لأن حتى لو هي لا تعمل زي هي بتعمل بتعمل زوجة وتعمل أم وضحت بعمرها كله وحياتها ودور والتربية والتوجيه والرعاية الصحية والرعاية التعليمية كل ده عادة الأم هي اللي بتقوم به فمش من الإنسانية ولا من الشرع ولا من الدين اللي تيجي مثلا بعد سنئين من الزواج فجأة تلاقي نفسها بلا نفقة وبلا مأوى وبلا أي شيء الشروط دي تضع في عقد الزواج آه يعني يعني إحنا بنقترح أن كمان يبقى فيه نسبة من على حسب عدد سنوات الزواج تبقى ليها نسبة من دخل زوجها من ممتلكات الزوج وفي حالة الطلاق بس آه يعني وفي حالة يعني برضو أنها لو شاركت بقى كامراءة عاملة حتى في حالة وفاة الزوج يبقى نصبها في ده بخلاف نصبها الشرعي في المراس لأن ده حق لها هو مش حاجة يعني إحنا بنطالب مثلا حاجة تمييز للمرأة ولا شيء لكن حقها لأن هي عملت بالفعل يعني هو الموظف في نهاية خدمته بياخد مكافئة نهاية خدمة وبياخد شادة تأدير وشكر بس أفهم من كده الكلام حضرتك أنه هو كل التعديلات المقترحة بتصب بس لحية الزوج لأنه إحنا لسه عايزين نتكلم على صياغة هذه التعديلات لا هي إحنا لما بس معنا بس مش عايزين الموضوع يروح أنه إحنا المرأة ما هو الراجل برضو بيعاني أكيد بعد زواجه كل الأسرة عموانية بالتأكيد هما بس مبارح كانوا بيتكلموا في ثلاث قضايا فقط مش بس مش كل قضايا مبارحة هما كانوا بيكلموا على النفقة والطاعة والكد والسعيد حتى فكرة تأهيل المقابلين على الجواز دي مش للمرأة بس دي للتنين لأ للتنين فهي مصلحة للتنين وهي ملزمة للتنين ترجمة نانسي قنقر